من 2009 تقريبا كان واضحا أن اليمن متقه إلى الفشل تمام؟ وطبعا لو لم تقم الربيع العربي من تونس لقام في اليمن لماذا؟ لأن الظروف كانت مهيئة لقيام ثورة أقصى درجات إنتاج النفط عندنا كان في 2001 460 ألف برميل ثم في 2010-2011 نزل إلى حوالي 250 ألف برميل فما كان ذلك؟ طبعا كان في الأسعار كانت تغطي على تدهور الإنتاج بمعنى آخر إن الدولة ليس فيها اقتصاد كافي لإرضاء الشعب وبالضرورة كنا سنتقه إلى هذا الفشل مع قوات مسلحة مبالغ فيها مع قهاز وظيفي مبالغ فيه معك فساد متنمر في كل الجهات ومعك سوء إدارة ومحابة مما أدى كل ذلك إلى احتجاجات عديدة فما الذي حصل هو أنه جاءت القشة التي تقسب ظهر البعيد ففشلت فشلت الدولة وجاءت الثورة ترجمة نانسي قنقر